السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ممكن انضيف بين كود أو باسورد على التطبيقات الموجودة على شاشة التلفاز الذكية؟ لنمنع أي حدا من مثلا الأطفال من أنهم يستخدموا هذه التطبيقات بدون إذن منها شخصية طيب إخوانا علشان نضيف باسورد أو بين كود على التطبيقات لازم أول نروح نفعل خيار الرمز التعريف الشخصي نضغط على خيار الستنج اللي موجود على ريموت كونترول ومباشرة نروح لخيار الجنرال أو خيار العام ونروح مباشرة على مدير النظام بعدين مننزل لعند خيار تغيير رمز التعريف الشخصي ومباشرة رح تطلع إنا شاشة رمز البين كود طبعا هون الرقم الافتراضي اللي موجود داخل نظام الشاشة هو عبارة عن أربع أصفار هذا بيجي طبعا من الشركة من دخل أربع أصفار والآن رح يعطينا تغيير رمز التعريف الشخصي هون احنا بنقدر ندخل الرمز اللي احنا حابين نستخدمه على التطبيقات الجديدة مثلا بيمكنك تدخل أربع وحدات أي أرقام بالدكية بعد هذه الخطوة نيجي على إضافة البين كود على التطبيقات رح نرجع مباشرة على الشاشة الرئيسية بعدين رح نروح مباشرة على خيار الابس أو خيار التطبيقات اللي هو هذا الخيار خيار الابس نضغط عليه رح يفتح معنا شاشة التطبيقات عن طريق الأسهم اللي موجودة على الريموت كونترول منطلع للخيار الإعدادات اللي موجود بجانب خيار البحث على يسار الشاشة وبعد ما ندخل على خيار الإعدادات رح يعطينا كل التطبيقات اللي احنا مثبتينها على شاشة التلفزيون هون احنا بنحدد أو بنختار التطبيق اللي احنا حابين نضيف إلو الباسورد علشان ما حدا يقدر يشغل هذا التطبيق إلا باستخدام الباسورد رح نختار احنا هون تطبيق اليوتيوب لأنه أغلب الأطفال بالعادي بشغلوا تطبيق اليوتيوب ومننزل بنضغط على خيار غلق طبعا رح يطلب مننا هون ادخال البن كود اللي دخلناه من شوي في شاشة التعريف الشخصي مندخل هذا البن كود وهيك بيكون اتفعل معنا هذا الأمر لو لاحظت رح تلاقي موجود معي على تطبيق اليوتيوب رمز القفل على كلمة اليوتيوب هذا بدل إنه هذا التطبيق مقفل بباسورد لو حاولت تشغله رح يطلب منك ادخال البن كود قبل عملية التشغيل وإذا حبيت تزيل البن كود عن أي تطبيق موجود على شاشة التلفزيون كل ما عليك إنه تروح على رمز أو خيار التطبيقات اللي دخلنا عليه من شوي بنفس الخطوات رح نطلع على خيار الترس اللي هو خيار الاعدادات اللي موجود أعلى اليسار بنضغط عليه ومنروح مباشرة لعند التطبيق اللي إحنا عاملين إله أو ضايفين عليه الباسورد ومننزل بنضغط على خيار إلغاء الغلق ومندخل البن كود وهيك بكون تم إزالة البن كود أو الباسورد عن التطبيقات زي ما إحنا شايفين ترجمة نانسي قنقر